كارثة أخرى زادوا داروها وهي زادوا أكثر من 1600 منتوج إلى ما يسمى بالدابس هذا الدابس بالفرنسوية يسمى درو اديسيوني البروفيزوار دي سوفقارد بمعنى أنهم دائرين هذه الدابس على أساس أنها حماية للمنتوج الوطني وبالتالي المواد التي تنتج في البلاد يجب أن نفعلها ضرائب إضافية بحيث تصبح غالية جداً بحيث أن الناس يشرون المنتوج الجزائري بدل المنتوج الأجنبي المنتوج الجزائري أولاً رديء في الغالب قليل الذي يخرج منتوج الجزائري يستاهل أن الناس يدفع عليه فلوس هو رديء المنتوج الجزائري بطبيعته كاليتين تعوه سيئة رديئة هذا واحد الأمر الثاني المنتوج الجزائري في الغالب لا يكفي أصلاً للسوق كثير من المواد التي تنتج في الجزائر لا يكفي لا تكفي السوق الجزائري بل أن كثير من المواد التي تنتج في الجزائر مثل الحديد مثلاً حديد البناء ارتفعت أسعارها بشكل رهيب وهي منتوجها في الجزائر فما بالك كانت عندهم تسعمائة مادة زادوا الآن كانت عندهم تسعمائة واثنين وتسعين مادة الآن زادوا ألف وستمائة وثمانية مادة يعني كانت عندهم حوالي ألف مادة لحطينا في الضابس هذه هي إما ممنوعة تماماً من الاستيراد إما زادوا لها ضرائب ما بين ثلاثين في المئة وميتين في المئة بمعنى أن كائن مواد كنت تشروها في السوق مثلاً كانت تباع بخمسين الف مادة مستوردة قلت تكون قرعة شامبوان مثلاً ما نظنش كان قرعة شامبوان في الزائر بخمسين الف لكن خلينا نقول قرعة شامبوان مئة الف بماركة معينة ماركة معروفة خارجياً قال لك راح كان شامبوان في الزائر إذا كمثال نعطي كمثاله هما الفين وستمائة مادة الآن سيضعون لها ما بين ثلاثين وميتين في المئة بعض المواد تولي تعمية ألف تولي مئة وثلاثين الف طبعاً التاجر يزدي بيحة بأغلع اللي كانت مئة ألف تولي مئة وستين الف هذا الحد الأدنى ومرات اللي كانت مئة ألف تولي ثلاثمائة ألف اللي كانت مئة ألف تولي ستين الف لأن النسبة ومقيلينها رسمياً أو قال لك اليوم ما يسمى بوزير التجارة هذا المهرج سأتكلم عن المرتزقة وقال لهم أن النسبة ما هي ما بين 30% و 200% خبره موجود لمن يريد أن يطلع عليه يلقاه في موقع يسمى تياساء موقع خضعوه هو أيضا للدياريس المخابرات ينقل حاجات لما تزعجه مش كثيرا لكن أحيانا أحسن وجوده أحسن من عدمه وإن كان مهوش موقع تماما فالمهم نقل الأخبار وهذا طبعا هذا خبر وبالتأكيد يكون موجود حتى في جرائد الدياريس الأخرين والمواقع فكثير من المواد سترتفع سعرها ليس فقط دينارة ما زال يهبط ويتكركر في الأرض ويزيد نقصه في قيمته أكثر وإنما أيضا بمزيد من الضرائب والآن المواد 2600 مادة لكن يقولوا 2600 مادة ستتكلم تقريبا تقريبا على نصف المواد الحيوية اللي يشروها الناس بمعنى أن نصف المواد رسميا سترتفع ما بين 30 و 200% طبعا هذه 30 و 200% ضريبة على التاجر التاجر في الغالب رح يفح أكثر من 30% 30% هو ممكن يرفعها بـ 50% واللي بـ 200% ممكن يرفعها بـ 250% وكثير من المواد ستختفي ستختفي لأن الناس مش قادرة تشريها الفقر رح يصحف ورح كل يوم يضم ألاف الناس والله عشرات الألاف تعالناس المدخيل تقل العمل مكانش شركات تغلق فاجنون المفروض في وقت هذا خاصة في وقت الكورونا وفي وقت من الاقتصاد ضعيف وضعيف جدا المفروض يديروا أعمال كثيرة هنا في البلدان هذه مثلا في غروبا داروا كثير من الأشياء باش يشجعوا الشركات يعني وصلت الحكومة البريطانية مثلا أنها تدفع 80% من أجور العمال ومرات وصلت إلى 100% بعض الشركات الصغيرة معنى شركة صغيرة عندها 7 أو 8 خدامين يقولوا لهم ما تردوهمش وإحنا سندفع لكم 100% الحكومة تخلصهم بمعنى صاحب الشركة ما يخلصوا ولا شيء إذا خدموا راهو رابح إذا ما خدموش هو مش خاسر الحكومة يلي تخلصهم في موضوع الكورونا هذا الناس على العمل الحرة مثلا تاكسيير مثلا محامي مثلا وصلوا إلى دفعهم 80 إلى 85% من الشيف الردافير اللي كانوا ديكلاريه اللي كان معلن من قيمة العمل اللي كانت عندهم من قبل مثلا نعطيكم مثال بسيط خلينا نشوفه محامي كان مثلا يدي 100 ألف جنيه وديكلار الحكومة أنه يدي 100 ألف جنيه في 2019 وصلت الحكومة قد تقول له أنه تعطيه 80% من ذلك المبلغ مع الكورونا في 2020 و 2021 كمثال بسيط طبعا تبقى مرات تخطي الحساب المهن لكن كمعدل هو 80% نحن العكس مقلوبة وحتى الشركات اللي قالوا نعاونوك مجدحة بحويش بسيطة جدا وأغلبية الشركات ما وصلتها مش واللي وصلتهم كان لازم يتفرشاوي باش يدوا الدعم على هو دعم الكورونا عبث عبث حقيقي موسيقى اشتركوا في القناة